موسيقى أهلا بكم مجددا إلى هذا البرنامج الخاص بعيد الأطحى المبارك ونواصل مع باقي فقراتنا وهذه المرة سنتوقف عند صناعة الكعك والحلويات الخاصة بالعيد فتكات طاولة الضيافة لا تكتمل دون الحلويات والكعك بمختلف أشكاله وأصنافه وللاستزادة أكثر حول هذا الموضوع تنضم إلينا الآن صانعة الكعك والحلويات ياسمين ناصر من الطيرة التي أعدت لنا الكثير من الأطباق اليوم الخاصة بالعيد أهلا ومرحبا بك كل عام وأنت بألف خير ياسمين ناصر من الطيرة أهلا بك وأهلا بجميع المشاهدين وجميع العاملين في الأستوديو وكل عام أنت وأنت بألف خير وسحة وسعادة وأنت بألف خير أنا ياسمين قاسم ناصر من الطيرة متزوجة وإملة طفلتين لأربع طفلتين أنا في صناعة الكعك من 13 سنة أحب وشغل في صناعة الكعك 13 سنة في هذا العالم هذا خبرة كبيرة بهذا المجال رح نروح كمان شوية تفرجينا إشهك موجود من الكعك الموجود هنا بداية لماذا اخترت عالم صناعة الكعك والحلويات ياسمين أولا لحبي الكعك وبحب بلش يومي في قطعة الكعك ودائما بشوف كل مناسبة لازم يكون الكعك هو الأساس على الطاولة وهو يعني بعطي البهجة بحسه بعطي بهجة للناس للموجودين من دون الكعك ما بتظر تفتح طاولة وتستقبل فيها ضيوف صحيح تعالي نحكي على أنواع الكعك الحلويات اللي تطلب في العيد ونحن نرى هنا على هذه الطاولة الكثير من الأصناف التي حضرتها لنا وبعدها بتحمل شكل خرفان عيد الأطحى صحيح؟ طبعا هذه الخرفان منشان ننشر البهجة للأطفال لأنه مهم جدا أنه نعطيهم السعادة وهذه الأشياء بتعطيهم بنبسط لما يشوفوها موجودة على الطاولة وفيه كعكة تجبني اللي هي دائما بتكون أكثر طلب عليها خاصة للكبار في الجيل وطبعا تشكيلة الكعكة المتنوعة اللي هي بترضي جميع الأضواك عمليا تنوع واختلاف وألوان وأطعمة كثيرة فيه سر بدي تكشبيل نياتو اليوم بالحلقة على هيك خطة معينة بتصنع فيها الكعك سر واحد سر واحد أنه كله مصنوع بحب يعني هي النفس اللي بخالي الأكل والحلو بضيئ لأنه أنا أحضر في الكعك بكون كثير مبسوطة عمليا على الأقل موجود إحنا هون شايفين عدة أصناف ذكرت كعكة الجبن الدنيا حر صحيح الناس بتطلب حلويات سخنة إحنا بالعيد مطلوب أكثر بارد هذه الكاسات الباردة أكثر إشي مطلوبة هسا صحيح عم نشوفها هنا كعكة الجبن كل هذه الأمور هون تعالى حكي لنا أكثر عن هذه الكاسات تعالى نأخذ كاسي حكي لنا أكثر إيش فيها إيش موجود فيها هذه الكاسي مثلا فيها بودينج كريم الفنيل مع كريم تلفزتك مع اللي كنافة كثير كثير طيبة وزاكية اللي هي بترضيء جميع الأضمار فتحت نفس معا وإحنا نقعدين على الطاولة هذه حلويات باردة عمليا حلويات باردة الأمور الثانية موجودة كمان إحنا هون موجودة عندنا على الأقل هذه طبعا الشوكولاتة الشوكولاتة لا تختفي بتاتا من حياتنا لازم تقول في العيد اليوم ما شاء الله طولاتنا بالبيوت ملاني بالعيد حلويات الشوكولاتة وكذلك من هذه الأمور سؤال آخر قبل ما ننتقل للسؤال الثاني الكحك الحلويات الشوكولاتة عمليا صار يتوصى عليها مش بس لشتريها جاهزة عم يتوصح عليها صحيح بعيدنا هذا بدل على قفزة نوعية من التطورات التطورات والتنوعات الموجودة هالسا يس هنا الناس بتطلب عمليا لأنه بضيق وقت إنها تصنع أو فيش عند وقت تتحضر هاي الأمور بتطلبها من ياسمين لأنه بدها الإشي جاهز وعم تتستغل وقت بقى شيء ثاني في العيد تحضيرات العيد مثلا إحدى الأسباب هي الخوف من الفشل إنها ما تصبط الكعكة أوه وعدم توفر المواد وعدم توفر الماكينات المعدات اللي هي تتجهز فيها الكعكة هذا سبب رئيسي سبب ثاني دقيق الوقت إلو دور؟ أكيد إلو دور يعني ممكن تشوف مرأة عاملة تقول أنا بدي خلاص ياسمين حضري لي هاي لأن أنا ما فيش عند وقت متلا صحيح لأنه فيش وقت وهذا الإشي بده كتير ووقت تعالوا على الأسعار على هذه الأطباق مكلفة ياسمين من نظر إلى المنتجات العادية التي يتم صناعتها خصيصا حسب طلب الزبون عمليا اليوم المنتجات كل مالها بتزيد والأسعار بترتفع كثير فإحنا دايما نسأل الزبون إيش هو الميزانية تبعيته لإحنا نقدر نحضر له إشي اللي يلائم ميزانيته طبعا فيه من الرخيص للغالي كيف ممكن الحافظ على هذه المنتجات التي تصنعيها لمدة أطول في ظل الحر خاصة وإنها تحتويش على مواد حافظة أكيد بس بالبراد من دون براد تفسد خلص في لها وقت معين تكون براد لمدة ساعتين مش أكثر البراد والجو البرد هو الملائم لإنه الحافظ على طعمتها تعالوا نروا على بداياتك بالمطبخ كيف وليش أول طبق عملته ياسمين وينتا وشو كان أولا بدأت في المشوار وأنا بسنة 13 سنة كنت دايما بوقت فراغي بعد ما أنهي المهمات الدراسية والتعليم أروح على المطبخ أجهز وجبة غدا أساعد الوالدة ساعد الوالد دايما كنت موجودة غاد في المطبخ حتى بنهاية الأسبوع لما نزور بيتي جدي وجدتي الله يرحمها أنا كنت دايما أشوف جدتي مشغولي في العجين تخبز دايما أروح عندها أضل بحدها تمدحني واو العجني طلعت حلوة يسلم إيديك ودايما دايما في مدح لما أرجع على البيت كنت دايما بالليل أفتح الكتب اللي كانت أمي تشتريها للكعك وتصفح فيها وأبلش أجرب أصنع لهم كعكة كانت دايما تزبط الحلو إنه كانت دايما تزبط وينبسطة دايما تزبط ما كنتيش يعني لا فكان هذا الاشي كثير يحمسني ويشجعني وكان كثير أبوي الوالد يعني ظل يكون بتجند زاكي وتعملتها ما يصدق سبحان الله هذا الدعم العائلي اللي بخلي بالآخر اليوم ياسمين صرت هيك علامة وماركبة هذي شوال كنت تخرب الطاولة كثير والمطبخ يتوسع كثير وانت تشغل وانت طفل ولا لا لا كان عندي مهم من نظافة أهم إشي أن المطبخ يكون نظيف لما أنا أبلش أشتغلي يكون المطبخ نظيف واني هو في نظافة ذكرنا موضوع الناس وتوصياتها لكل أنواع الكعيك وطلباتها هل هذا هنجد بالفعل برجع للتطور أن الناس سرت تطلب أمور التي تتميز فيها بطاولة العيد مثلا على الأقل أكيد اليوم كل إنسان يعرف الطعامات اللي بدوا إياها من اختلافها وتنوعها وحسب البيت وأهل البيت شو بيحبوا أكثر شو بفضلوا أكثر فهو بيختار أشياء اللي بفضلوها برضو اختيارهم بأصناف معينة اللي بيكونوا بيحجزوها من قبل بوقت هل هنا لك تجديد بعالم الحلويات هل عالم الحلويات عالم متجدد ياسمي دائما وفي أشكال جديدة ودائما بيحضروا قوالب جديدة لنجهز فيها الكعك ودائما الزباين بتحب أن تعمل زي قصة كل كعكة بيكون إلها قصة يعني إن كان مثلا طبيب بتتصر مثلا تحجز مثلا زي بيكون قميص طبيب مع عدة الطبيب إذا كان معلم بتكون الكعكة مثلا عليها كتب كلام إذا كان خريج بتكون عليها الكبعة الخريج مع الشهادة فكل كعكة إلها قصة بتكون ياسمين طلبات العيد إحنا بالعيد ماذا طلبت الناس في العيد من ياسمين طبعا بطلبوا دائما الناس ولحد الآن إنها تكون الطاولة مشكلة بأصناف طعمات مختلفة متنوعة اللي ترضي جميع الزائرين عندهم عمليا سؤال آخر يطرح في ناس طلبت أشياء غريبة منك بالعيد بالحلويات الإشي الغريب اللي دائما بطلبوا أكثر إشي اللي هو الكعكات القديمة زي كعكة البرتكان زي كعكة الشاي اللي هو بسيط يعني كدما نتطور بظلهم يرجعوا لو رابدهم الكعكات برضو البسيطة بسيط وأصيل عمليا فيه هاي الأصالة وعلى ما يبدو طاولاتنا تقدرش يخفي منها هذا المنتج صحيح؟ أكيد أكيد هم نقوله الزرد الزرد بالعجو كل هذه الأمور صحيح؟ هذا هو أساس الطاولة في العيد والحلو أنه صح أنه بظلهم يطلبوا في الكعكات هاي الجديدة والمختلفة والزي ما شايفينها على الطاولة باختلافها بشكلها بأطعمتها إلا دائما الحلو أنه كعكة العيد دائما فيه إلهيبته قبل العيد بسبوع لما تجتمع العيلي ويبدأ وجهزوا في كعكة العيد كثير الأشي حلو ودارج لحد الآن يعني هل هناك طلب على حلويات بدون سكر دارج عندك هذا الأمر دائما موجود وطبعا فيه إله بديل اللي منستخدمه إحنا واليوم الأكثر إشي مطلوب والأكثر إشي صار دارج إنه فيه كثير أولاد اللي بنولدو اللي عندهم حاسية من الحليب فصار اليوم فيه طلب على الكعك اللي هو بدون مشتقات حليب ودائما بيكونوا الأهل خايفين إنه عندك مثلا كعك تستخدم فيه عدة أطعم وعدة أنواع وعدة تنوعات في الألبان كيف تعملين لكعكة بدون حليب فأنا يعني تقريبا 13 سنة كان في البداية فيه أكم ولد اللي هم عندهم حساسية اليوم صار فيه أكبال كبير يعني في كل العيل إلا تلاك فيه ولد أو بنت اللي عندهم حاسية من الحليب ونحضر لهم كعكة بالشكل اللي هم بدهم إياه وبالطعم كمان اللي بيكون برضه هم بيختاروه عمليا العيد موجود الحلويات ما شاء الله ولكن الأمر لا يقتصر فقط على العيد مناسبات كثيرا تطلب الناس حلويات بفرق طلب الحلو أنا بدي بالحفل الزفاف هذا الحلو معين شو بناسب تطلب أكتر أكيد طبعا تكون الكمية أكبر بيكون فيه اختيار لأنواع محددة اللي عشان تساكم كل فترة الاحتفال تساكم أكتر وقت بره واليوم في الشيء احتفال زي عرص خطوبة حفلات مولود أعياد ميلاد إلا يكون فيه طاولة اللي هي بتكون متشكلة ومنوعة بجميع الأطعمة فيه حدا بيساعدك في تحضير الكعك أكيد فيه عندي موظفي طاقم إلا بيساعد إيش أكتر إشي هيك راسخ بشغلك بعملك إشي عملتي بفترة شغلك وهيك دايما برحش من بالك بتحبي دايما تشتغل فيه هي كطع البتفورم هاي لأني بعملها هاي الكطع لأني بعملها في عدة طبقات بتكون متنوعة بتكون الكطعة فيها عدة أطعمة السؤال آخر يطرح في ظل الأوضاع الاقتصادية غلاء الأسعار غالية مواد الخام اللي بتشتغل فيها كثير كلها ارتفعت بس نحاول أن الأسعار للناس لذبون ما ترتفع يعني الأشي اللي هم ما يقدروا عليه بتعمله توازن متواصل لكل هذا السؤال آخر يطرح الحلوات كلها بدها جو بارد فيها حلوات ممكن لما نشوفها على طاولة العيد ممكن تضل على الطاولة عمليا طبعا المخبوزة اللي بدها الشيء مثل كعكة البرتقال كعكة الميبل كعكات الشمريم هاي الأشياء هي ما بدها براد بتكون أزيد مخبوزة كعكة الجبني هاي كمان ما بدها براد عمليا طاولة العيد هي تتزين في الكعك في الحلويات شو بتحب هيك تنصح السيدة اللي عم تحتفل اليوم في عيد الأطحى تكون طاولتها أحلى وقرتب شو بتولينها أول شيء انشروا السعادة في كلوب أولادكم وفي ضيوفكم واسمحوا للأطفال ولكل حدا بظهوركم انه يتدوك من كل الأصناف وهذا كنوع من البهج يعني للزوار وكما للأطفال تذكر أيام العيد بجيل صغير صغير ما شاء الله انك شاء شابة بس تذكر أيام الطفولة تذكر العيد طبعا أكيد بس ما كانت هاي الأصناف كلها ما كانت كنت تتمنى انها تكون موجودة لو كنت تشلي أكيد لأنها طعمتها طيبة ياسمين ماذا تتمنين أخيرا في العيد تفضلي وأتمنى انه يعم السلام في كل الأماكن كل البلاد وانهم أطفال كلهم يعيشوا بسلام ومبسطين وكل عام وانتوا بألف خير وانتوا بألف خير ياسمين شكرا جزيلا لك صانعة الحلويات والكعك ياسمين ناصر من الطيرة شكرا جزيلا لك مشاهدينا نخرج إلى فاصل إعلان قصير لنتابع فقرات ستوديو العيد عدوا لنا ترجمة نانسي قنقر